عندك يا أبياني من هو مؤسس الرافضة؟ نعم عندك يا ريمي يوسف عبدالله بن سبا اليهودي فهذا هو رئيسهم وصاحب مذهبهم فدينهم من عند اليهود ليس من عند أهل الإسلام هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دم الرافضة بأعيانهم؟ أو أقصد بهذا الاسم؟ هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تسمية الرافضة بهذا الاسم؟ وذنمهم؟ نعم لم يصح يكون في أمة قوم يقال لهم الرافضة لا يصح وإنما هذه التسمية سماهم بها زيد بن علي حين قالوا إذن نرفضك قال إذن أنتم الرافضة حيث ذهبوا لمبايعته وكان من شرطهم ما تقول في أبي بكر وعمر قال وزيرا جدي قالوا إذن نرفضك قال اذهبوا فعنتم الرافضة والرافضة والرافضة تساوئ المذاهب فإن شئت أن تقول خوارج خوارج فهم يرون الخروج على الحكام حتى قال مجد الدين المؤيدي يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل فهم معتزلة بشهادتهم على أنفسهم والمعتزلة يرون الخروج على الحكام بدعوة الأمر المعروف والنهي على المنكر فهم خوارج مع الحكام ومعتزلة في الصفات بل أوائلهم مشبهة وأصحاب رأي وعقل يقدمونه على النصوص الشرعية والأدلة القرآنية وعلى السنة النبوية وهم قرآنيون إذ نكرون حجية السنة وهم غلاة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجفاه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففيهم حثالة المذاهب الردية وهم قدرية وهم قدرية في باب القدر ينفون القدر ويزعمون أن الإنسان إذا قتل خرم أجله ويزعمون وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ويزعمون أن القرآن مخلوق وكم تعدد من مخازيهم التي تدل على أنهم ليسوا من الإسلام في حسب ولا نسب ولا يربطهم به سبب فالإسلام قائم على الإيمان بالله عز وجل وهم لا يؤمنون بالله كما شرع الله وقائم على البراء من الشرك وهم واقعون في الشرك والغلوب وقائم على تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع الله وهم لا يفعلون ذلك بل يصرحون بقولهم علي خير البشر من أبى فقد كفر فمن أي وجه يقال بأنهم من أهل الإسلام وكان الإمام أحمد يرى أن من صلى خلفهم يعيد الصلاة فصلاته باطلة وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير العلماء قديماً وحديثاً يحرفون القرآن لفظاً ومعنى بل غلاتهم يصرحون بأنه ناقص كما ألف بعضهم كتاباً في ذلك مع أن إجمع الأمة أن القرآن محفوظ قول الله عز وجل إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فابشروا مثل هذا المذهب لا يرفع الله عز وجل له راية ولا يحقق له غاية بل اجعله سبحانه وتعالى لمن بعده آية ولا أفضل ولا أحسن ولا أسلم من طريق أهل السنة والجماعة في باب التوحيد وفي باب العقيدة وفي باب الصحابة وفي باب القدر وفي باب الإيمان باليوم الآخر وفي باب الأخلاق وفي باب العلم وفي كل أبواب الدين لا أحسن منهم ولا أفضل منهم ولا أصوب على الخير منهم فأهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون وما سبب ظهور هذه الطائفة العلم والعمل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا لا ترجمة نانسي قنقر لا ترجمة نانسي قنقر لا ترجمة نانسي قنقر